اشتركوا في القناة يتقلل من مقاومة الإنسلين فبدي يكون هذا التأثير على الأغلب حلو كتير صباح الخير أهلا أهلا وبدأك تحكي اليوم عن أطعمة بترفع ضغط الدم أو الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم لازم يتجنبوها الموضوع كتير مهم بجوز لأنه نسبة الوفيات الأعلى على مستوى العالم ما بتكون بسبب ارتفاع ضغط الدم خاصة أنه منعرف أنه كمان هو مرض صامت نوعا ما في كتير أشخاص ممكن يكون عندهم ارتفاع ضغط الدم وما بعرفوا لأنه ما فيش أعراض ففعليا موضوع كتير مهم هلا ضغط الدم كتير مهم لأنه إحنا عندنا منتشر كتير رمال سكري وعندنا أمراض القلب وأكيد ارتفاع ضغط الدم فإحنا دائما الشخص اللي عنده ارتفاع في ضغط الدم من أول أنه إحنا نقلل من الصوديوم نعم فمنحنا ننصح إحنا النظام الغذائي يكون ما يكون الشخص يتعدل 2400 ميلي جرام من الصوديوم اللي هي معلقة صغيرة في اليوم إذا كان عنده أمراض قلب وارتفاع ضغط الدم نقول له طيب هذول 2400 منحاول نقللهم ل1500 ميلي جرام من الصوديوم فاليوم أنا عارضة خمس أغذية عالية جدا بالصوديوم فرح نحكي كمان كل غذاء دي في صوديوم إحنا نذكر إنه الشخص العادي يحاول يوصل ما يتعدل 2400 وإذا كان عنده أمراض قلب 2400 ميلي جرام صوديوم بالضبط وإذا كان عنده أمراض قلب وارتفاع ضغط الدم منحاول 2500 1500 حسنا ربع سؤال ارتباط مباشر بالمليح طبعا يعني إذا مالح صوديوم طبعا لا يوجد أشياء تانية ممكن أن يكون خداء صوديوم موجود موجود بكل الأغذية يعني نلاقيه باللحوم طبيعيا نلاقيه بالأجبان يعني منتشر ولكن في عنا الصوديوم المضاعف للأغذية هي هاي اللي بتزيد الكمية أو الأشخاص اللي كتير متعودين يستخدموا زي ما حكيت الصلصات مثلا كل الصلصات اللي احنا نستخدمها إلا يكون فيها ملوحة كاتشاب ميونيز كلهم أكيد فيهم نسبة من الصوديوم فمش إنه ممنوع ولكن الكمية بتفرق طيب أنا زعلتيني بس شفت المخلى الأول لأنني نبدأ من حياتي يالله خلينا إذا نزعله كثير بآخر فخر تبتحب المخلى لا إذا تبدأ من هنا رح تزعله كثير تشكله تبتحب المخلى انا أحب المخلى طبعا يالله خلينا إذا نشاهد هلأ عنا أول هلأ عنا أول وحدة اللي هو الشيبس الشيبس 25 جرام اللي هو البكيت الصغير تقريباً هاي الكمية فيه تقريباً مئة وسبعين لمئة وثمانين ميلي جرام من الصوديوم فهذا بدنا ننتبهه لإلقاء وخاصة الناس اللي بيأخذوا الشيبس كنقرشة ليلية بنقرشة بين الوجبات بالمكتب من الأشياء أكيد اللي بتأثر كثير لمرضى الضغط تعرف عنا باستغرب أحيانا بسبب الماركت بشوف مثلاً أشخاص مثلاً أب أو أم أو هيك يعني بيكون معا ولدين صغار وحامل يعني شارب خمسين دينار هلأ وكأنه تقريباً شو هيتم كأنه أساسي من ضمن المونة الغذائية لا يدخل ضمن الأشياء الأساسيين المشتريين أو مرات يأتي مرات عنا أمهات إنه حرام إيش لأحط له بالمدرسة حرام يشوف يعني هي هاي كلها لا كلها كمان أكيد في مليون شغلة وكلها تعليم يعني الطفل بفهم فمنقدر إحنا إنواعيه إنفهمه بس هو إذا تعود مشكلة في ناس عندهم بروتين إنه شبس وعصير أو شبس ونوع مثلاً مشروب غازي هذا عادي كل يوم تعويد يعني صعب جداً يعني بيكون يعني من إشي اللي تستهجي إنه تقولي لها إنه ما بيسير أو لازم نخفف أو ما بيسير يا خطوعة شبس كل يوم يعني لازم يتعوض الطفل إنه في المدرسة وجبة الفطور هاي وجبة أساسية فلازم تكون كتير مهمة يعني هاي واحدة من الأسباب اللي خلتني مثلاً وقتها نحكي عن أصاص التغذية وكيف إنه نواعي الأطفال نعم طيب هذا أدي حكينا حكينا تقريباً مئة وسبعين لمئة وثمانين بالخمس وعشرين جرام كميه هاي طبعاً إذا كمية أكبر وشبس كبير بتصير تضاعف الكمية طيب طيب عنا تاني نوع من الأغذية اللي هو السوسيج بأنواعه تقريباً الستين جرام يعني تنين زي هادول فيه بتوصل لأربعمية وثمانين ميلي جرام من الصوديوم يعني تقريباً تلت الكمية اللي إحنا منقول لازم موجودة بين الصوديوم البليوم موجودة بيها الحبتين من الصوسيج الصوسيج تحديداً ولا أي شيء مصنع اللحوم مصنع هلا كل أنواع مصنعة فيها بس أنا جبت أنا هذا جنب صحيح؟ اه هذا جبت أنا طبعاً إذا كان مدخن تارفوا فيه أنواع اللحوم المدخنة أكيد تصير تضاعف الكمية زي هون مثلاً عنا السلامي سلامي ومدخن هلا هادول الستين جرام تقريباً مطلعوا أربع طاع صغيرة أربعة على خمسة حسب وزنهم طبعاً بتوصل الكمية لـ 800 ميلي جرام من الصوديوم أعلى وإحنا قلنا لمرضى الضغط أو اللي عندهم مشاكل قلب نوصل ما نتعدل ألف وخمسمية في اليوم فتقريباً نص الكمية طبعاً برضو بدي أرجع أحطها لمحل الأهل بديهم يعملوا سندوشات للأطفال هاي من الأشياء ممكن نشتريها شو أكتر بديل صحي ممكن نحكي التاركي هلا شوفي في البداية كل اللحوم المصنعة أنا ما بفضل يأخذوها لأولاد ولا حتى تاركي صح؟ ما بفضل هلا شو مش طلع عنا قبل 2016 أو 2015 طلع عنا ستيتمنت من الـ FDA وحكوا إنه اللحوم المصنعة علها علاقة وثيقة جداً بمشاكل القلب والسرطان وغيرها فكان من الأشياء التي نفضل لنا نعم زيت وزعتر بجوز أنا أحس خيار جداً أم صفول جبنة لبنة هناك الكثير خيارات أخرى ممكن هلا ممكن من الوقت الثاني إذا الطفل شعف يعني ما نحرمه بس أنا يعني ما بفضل من الأشياء التي تكون سندويشة يومية للطفل كان هناك صاحب في المدرسة الله يسهل عليه كان يجيب سندويشة من الطبخ أعمل طبيعاً نعم يعني سندويشة الله صحي صحي لم أكن لدي مشكلة أنا صحي أنا صحي حسنا سندويشة سندويشة كثير مرات حضرت فيديوهات على وجبة الغداء في المدرسة عندهم كيف الأطفال كلهم بطبخوا بيسوهم يعني طريق ممكن طيب الآن لدينا رابع شيء الزيتون 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 العشر حبات زيتون تقريباً يوصل فيهم الصوديوم 1500 ميلي جرام من الصوديوم يعني غطينا كل احتياجها نوع المثلاً الذي نعمله نوع المالح الآن هذا ليس مالح ولكن نحن نتحدث عن المالح هذا أقل جداً المالح المالح الأخضر المالح يكون توصل ل 1500 ميلي جرام كل محلتي كل محلتي كل مقلينا الصوديوم هذا شيء طبيعي لا دخل أخضر وأسود لا لا كله على كم يضح فيه ملح لكن أنا جبت هذا مثال على أنواع الزيتون يعني بشكل أفضل الأعلى لدينا لا لا صاحبك لا حبت المخلل الكبير يعني هذين الصغار تقريباً توصل فيها الصوديوم ل 1600 ميلي جرام من الصوديوم يعني خلص كل احتياجات اليوم يعني خلصتهم يعني لمرضى الضغط بدون ينتبهون يعني ليس مع صحن الغداء نأكل أنا حبتين ثلاثة مخلل ما حبتين ثلاثة؟ أحكي هذه مشكلة الأشخاص اللي عندهم مشاكل كلا هذول كما بدون ينتبهون للصوديوم مشاكل القلب يعني هون لأنه بتاع في هذا ما هو تخليل يعني مضعف إليه ملح بكميات كبيرة نحن مخلل فيش فيه ولا إشي كويس ولا بحياته تحقى بس ما أنه بأكل خيار بالآخر بالأخضار بس مش نفس القيمة ولا بحياته تحقى عنه إشي منيح المخلل أنا لما أكله وأكل كمية بحكي بالآخر عم بأكل خضار أه بتأكل خضار أه نحن مخلل خيار بأكل بالآخر زي اللي بيعكل سندويشة بيرجر بقول لك فيها خصائب بأكل خصائب نفس الشيخ طيب ربا شكرا شكرا كتير يعطيك الأخضار أهلا شكرا لك شكرا لك